رغم أن الفكرة بسيطة والمكان صغير غير أن المبادرة جميلة بعد أن فكر عم الطاهر الحمادي في تحويل جزء من منزله لمتحف صغير يضم مختلف القطع القديمة فكرة هذه من صغر من اللي كان الإنسان صغير أناي هكذا نحب الحواجة هذه نحب حواجة التقليد وبالخصوص كعوت نقولهم جاور قلعة بني حماد القلعة هذه نتربيت فيها وحاميها من اللي كانت صغير نحميها بدون أساسين بدون أي حاجة نحميها نحن تحدث عن مجمل تحف الأثرية التي تؤرخ لتاريخ المنطقة الإسلامي تاريخها الحضاري تاريخها القيامي الذي يؤرخ لحاضرة من حواضر التواجد الإسلامي في المغربي الأوسط هي قطع نادرة وقديمة مختلفة يعرضها عمي طهر الحماد ذات الدلالة التاريخية للمنطقة وقلعة بني حماد رغم أن القلعة لا تبعد إلا بأمطار عن منزل عمي طهر نحب ندير مشروع مليح نكبره نكبر المشروع هذا وقريب للقلعة يجي سائح يلقى نوفره نوفر لنا للسائح يجي نوفره أن الحواجة هذه المروضة تاعنا نحب نحييه عرض أو مكان أو متنفس لعرض المنتجات والصناعة التغليدية ومكان لخدماتي من خلال أماكن راحة والاستجمام وتوفير مختلف الضروريات أو أساسية كما أننا نثمن هذا المبادرة من طرف السيد طهر وكما قلنا هي بداية إن شاء الله لمشروع كبير الذي نطمح له جميعا لأن الزائر دائما هنا بقلعة بني حماد يجد بعض النقائص يتمتع عبارة أنا يعني كي شفنا أول مرة شفنا هذه البيت يعني متحف هذه كي تريح ترجع 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 الزمن يعني بزاف زمن يعني الحنين للماضي هكذا يسعى عم الطاهر ولو بفكرة بسيطة للترويج للسياحة ببلدية المعضيد على أمل توسعة فكرته ليكتمل المشهد بمتحف واسع وتوفير أكلات تقليدية للسواح مستقبلاً ترجع ال؟rift